جزاكم الله خير وأحسن إليكم كثير من الأمور استجدت على ناس شيف صالح غفيل المصاب بالفشل الكلوي وهذا البخار وما أشبع ذلك والمتبرع بالدم أو الذي يريد التحريد واشتعمال معجوم الأسنان وخلع الأسنان بالنسبة للصائب كل هذه الأمور يسأل عنها الناس لعل لكم كلمة توجيه حولها جميعا جزاكم الله خير أن غفيل كناسا نشك أنه فطر الصائب لما يصاحبه من إدخال مواد وعد مياه للجسم ومياه الطبية تدخل إلى الجسم ويخرج منه مواد غسيل كنا يفطر الصائب وإذا احتاج إليه الصائب فإنه يعتبر مخطرا لمرضه ويقضي ما غسل فيه في أثناء نها الرمضان يقضيه من أيام أخر والحمد لله وهو معذور فيه غسيلة أثناء رمضان لحاجته وضرورته لذلك لكن يقضي هذا الوقت وأما قضية الدم إدخال الدم إلى المريض الصائب ويسحافه بالدم هذا يفطره يعني هو بمثابة الهتم والشرط يعني الدم مغذي مغذي الجسم وهو بمثابة الهتم والشرط فإذا يسعف بدم فإنه لذلك يفسد صيامه وعليه القرض وهو معذور بسبب المرض الذي اضطره إلى ذلك وأما سحب الدم من المريض فمن الصائب أما سحب الدم للصائب إذا كان كثيرا فإنه يبطل الصيام لأنه مثل الحجامة والحجامة ثبت بالحديث الصحيح أنها تفطر الصائب وهي سحب للدم فإذا كان يسحب من الصائب دم كثير التبرع به أو ليسحاف مريض فإنه بذلك يفسد صيامه ولكن يقول معذورا ولا يسمع عليه لأنه فعل هذا من ضرورة لكن عليه القضاء لأن هذا لإنقاذ لإنقاذ المعصوم من هلك ويجيب له ذلك لكن يقضي هذا اليوم وأما سحب الدم يسير للتحليل كالنقطة والنقطتين فهذا لا يضر إن شاء الله وأما خلع الغرس إذا كان الإنسان متعلما من غرسه فإنه يخلعه هو الصائب ولا حرج عليه والدم الذي يخض من أثناء الخلع يلفظه يلفظه ولا يترك منه شيئا يذهب إلى جوفه وهو مختار قادر فإن ذهب وتسرب شيء بغير الاختيار فلا حرج عليه لذلك فلا هو أن يخلع الغرس أو له صائب يعجب ضرورة طيب وليأن الثاني في فقص الظاهر وأما معجوم الأثناء فلا بأس باستعمال إلى الصائب لكن بشرط فلا يذهب إلى حقه منه شيئا بل يلفظه ويتخلص منه نعم